اشتركوا في القناة وعند الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس وزراء على ثقة التي أوليت إليهم بصدور المرسوم رقم 96 لسنة 2017 بتنظيم مؤسسة التنظيم العقاري وتعيين مجلس إدارة للمؤسسة بعد صدور المرسوم بتنظيم مؤسسة التنظيم العقاري وإيجاد منظومة متكاملة تؤدي الدور المناطبها لدعم قطاع التطوير العقاري في المملكة ليكون هذا القطاع الحيوي أحد أهم مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني عقد مجلس إدارة المؤسسة اليوم اجتماعا خلص إلى وضع المرحلة التشغيلية للمؤسسة ووضع القوائم والقوانين الإجرائية المنظمة لعملها والتي ستبدأ في مارس 2018 طبعا أهم مدار الاجتماع اليوم هو تعيين نائب لرئيس المؤسسة وصار من نصيب سعادة وزير البلديات والتخطيط الأمراني لأخ عصام خلف أما إذا بتكلم عن المؤسسة كمؤسسة ففايدات كبيرة للبلد المؤسسة ستعمل على رفع كفاءة الخدمات المقدمة في السوق العقارية وضمان تخيق مصالح المستهلكين والمستثمرين وجميع المعنيين بالشأن العقاري وتطوير المشاريع العقارية على نحو يؤدي إلى رفع مساهمة القطاع العقاري في النتجة الإجمالية المحلي من الأشياء المهمة اللي بعد مثلاً وقلنا النفط مثلاً العقار والحركة الاستثمارية هي تأتي في الدرجة الثانية فكل الدول الآن تهتم بهذا المعرفق اهتمام كبير لأن فيها يعني مشاريع وفيها عمار للبلد وفيها أيدي عاملة تشتقل وفيها مردود كبير إن شاء الله للبلد فهذا الغانونية لعشان يضمن للمستثمر ويضمن للمطور أنه يشتقل في هدوء تحت مضلة قانونية وضع التشريعات والأنظمة المتطورة سوف ينظم العلاقة فيما بين الأطراف المعنية بالشأن العقاري من جهات حكومية ومطورين وعاملين في الشأن العقاري ومشترين للعقارات وستؤدي هذه الإجراءات بكل تأكيد إلى خلق بيئة استثمارية جادبة ومحفزة للمستثمرين من أجل الاستثمار في الشأن العقاري